بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا بطالي الصف السادس الإعدادي بدرس جديد من كتاب النشاط Lesson 3 Page 6 صفحة 6 إن شاء الله راح نحل هذه الأسئلة اللي تخص قطعة زيد طارق فيقول لي بهذا المطلب السؤال طبعا Read the article on page 8 أقرأ المقالة الموجودة في صفحة ثمانية اللي هي قطعة زيد طارق On students book كتاب الطالب Then ومن ثم Circle ضع دائرة The correct answer على الجواب الصحيح طبعا هذه الأسئلة الموجودة بهذه الصفحة أسئلة كلش مهمة ووزارية ومكررة دائما خصوصا إنه إحنا بالفترة الأخيرة الأسئلة الوزارية راح تكون منهجية يعني من المنهج من كتاب النشاط أو من كتاب الطالب فنركز على هذه الأسئلة السؤال الأول يقول لي زيد طارق وز زيد طارق كان كان شنو A bad swimmer يعني ما يعرف يسباح سباح فاشل لو كان on holiday كان بعطلة لو working in Egypt كان يشتغل بمصر فالجواب هو راح يكون on holiday هو كان يعني الجواب بي كان بعطلة دائرة عطلة في مصر في شرم الشيخ السؤال الثاني عندما تمت مهاجمته بواسطة القرش he شو كان وضعه كان was on the boat كان على القارب كان موجود على القارب لو hit it with a piece of wood لو صدمه بقطعة من القشب لو was lying on plastic matters كان يفجع أو مستلقي أو منطرح على فراش هوائي أوكي هذا اللي يستخدمون السباحين فالجواب راح يكون see he was lying on plastic matters كان مستلقيا على فراش أو وسادة هوائية بالسؤال الثالث أو النقطة الثالثة طارق زي طارق was bitten by the shark تم عضه بواسطة القرش لو lost his arm فقد ذراعه لو wasn't hurt at all ما كان يتألم من شيء أبدا أو على الإطلاق فالاختيار أي was bitten تم عضه بواسطة القرش تمام ننتقل للسؤال الرابع السؤال الرابع يقول six dolphins six dolphins شبههم دول السيد دولفينات bite العفو bit the shark عضوا القرش made a lot of noise سواء كثير من الضوضاء لو protect طارق protect طارق هموا هم سواء مثل الدائرة وبدأوا افترون دائرة ما دائرة فحموا طارق six dolphins زين خامسا طارق طارق was persecuted طارق انقذ أو تم انقاذ باي سي يعني بحرا يعني بس اداة اداة نقل بحرا تقلت اللي هي القارب الراح جاب لو باي اير جوا يعني طيارة جتي نقذته لو باي two children بواسطة طفلين نقذ لا هو باي سي تم انقاذ بحرا عن طريق البحر عدنا سادسا when he was got back عندما رجع to dry land يعني اليابسة الارض الجافة يعني من طلع من البحر ودول اليابسة he was taken تم اخذه وين اخذه sit straight back to the hotel مباشرة عاد الى الفندق اختيار الثاني back to iraq رجع للعراق اختيار c اللي هو to get medical attention medical attention يعني حتى يحصل على رعاية طبية لا هو رجع حتى يحصل على رعاية طبية مباشرة فالاختيار راح يكون c تمام يا طلاب عندنا تمرين اخر مهم طبعا هذه الاسئلة اللي قرأتها كل اسئلة مهمة وزارية ومكررة دائما يركزون عليها عندنا ال b هنا في صفحة 7 ايضا اسئلة خص قطعة زيد طارق فهنا بالعكس منطيني اجوبة منطيني اجوبة لاسئلة انا لازم اكونها يعني مثلا هو منطيني بس مثال يقول السؤال ممكن الى ثلاث صيغ يعني اين كان يمكث او يبقى زيد طارق اين يسكن يعني او صيغة ثانية لنفس السؤال هي وين كان طارق يعني وين كان يقضى عطلته او اين صارت او حث تايك بلايس معنات وقعت وين هاي الاحداث صارت او وقعت فثلاث اسئلة ثلاث اشكال من الاسئلة راح يكون جوابهم واحد اللي هي ان شرم الشيخ ايجبت في شرم الشيخ في مصر تمام عندي بالسؤال الثاني اللي هي الجواب مات هو كان يسبح عندما رأاه او هو كان يسبح عندما رأاه فأنا المفروض هناش اسوي اكون لي سؤال على هذا الجواب فالسؤال راح يكون بأداة سؤال اللي هي وات تمام وات وفعل المساعدة اللي راح استخدم اللي هو واز واز راح استخدم هي هي يعني زي الطارق اقدر اكتب زي الطارق او هي نفس الشي هذا الضمير يعوض على زي الطارق اقدر اقدر اكتب زي الطارق اقدر اقول زي الطارق what was he doing doing what was he doing ما الذي كان يفعله when when عندما he هو من هو يعني زي الطارق saw رأ the shark the shark القرش what was he doing when he saw the shark ما الذي كان يفعله عندما رأى القرش he was swimming when he saw it هو بدأ بالسباحة هو من شاف القرش بدأ بالسباحة نزل من هذا الفراش البلاستيكي الهوائي وبعدين بدأ يسبح الجواب الثاني اللي لازم أكون عليه سؤال اللي هي the shark bit his arm يعني القرش عظ يده القرش عظ يده فأني لازم أقول ما الذي فعله القرش لطارق لازم هيت يكون السؤال فما الذي راح أقول what أداة السؤال راح استخدم اللي هي what ومن ثم الفعل المساعد did فأصير what did وبعدين أجيب الفاعل اللي هو the shark أوكي فأصير what did the shark what did the shark do ما الذي ما الذي فعله to 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 طارق to طارق الاعلامة ما الذي ما الذي فعله القرش لطارق فصير the shark bit his arm the shark bit his arm القرش عض يده عدنا السؤال الآخر السؤال الآخر اللي هو because he thought he was dying لأنه اعتقد أنه يموت أوكي فرح كل جواب طبعا كل جواب يبدأ because معناة السؤال لازم يبدأ بالwhy كل سؤال يبدأ بالwhy لازم جاوب ما تيكون because ليش لماذا لماذا لأن أو بسبب ليش دائما نكتب هذه الكلمة أوكي فنقول why did طارق سكريم لماذا صرخ طارق هذه الصيغة الأولى للسؤال لماذا صرخ طارق فنقول because he thought لأنه اعتقد هو بدأ يموت هو على شكل أن يموت هذه الصيغة الأولى للسؤال أو عندنا صيغة ثانية للسؤال why أيضا تبدأ بالwhy why did why did he start لماذا هو بدأ praying بالصلاة أو الدعاء ذات الذكرون why did he praying why did he start praying ليش بدأ بالصلاة أو الدعاء لأن because he thought he was dying طيب ننتقل للسؤال الأخير اللي هي الدولفينز الدولفينز هذا كان دورها إيجابي بالقطاع اللي هي حما الطارق فنقدر نقول what protect طارق أو كي what did نقدر نستخدم هنا كلمتين الكلمة الأولى كلمة save معناتها أنقذ وكذلك كلمة protect protect معناتها يحمي فما الذي أنقذ أو حما زيد طارق هذا السؤال أو صيغة السؤال الأول أو صيغة الثانية نقدر نستخدمها اللي هي what frightening what frightening ما الذي أخاف القرش هي الدولفين ما الذي أنقذ زيطارق اللي هي الدولفين نفسها ترجمة نانسي قنقر